اهلو تفضل السلام عليكم وعليك السلام علي صوتك بس شوي اسمعني شيخ اسمعك علي صوتك شوي تمام الحين تمام الصوت اه الحين تمام تفضل كيف حالك يا شيخ والله بخير حال الحمد لله تفضل على طول ان شاء ويا شيخ انا شيعي نعم بس انا يعني متذبذب يعني الان عندي بعضون اسئلة نعم رسول يعني ما ينطق عن الهواء انه الا وحي يوحى بس عندي استفسار هل في رزية الخميس كان يعني من الوحي يتكلم ام لا يتكلم من وحي النبي صلى الله عليه وسلم في رزية الخميس لم يتكلم بوحي كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعضاه بالدليل لو ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رزية الخميس وحي لتقدم علي ابن ابي طالب بالكتاب ليكتب فامتنع علي ابن ابي طالب فعندما امتنع علي ابن ابي طالب ان يقدم الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بوحي بس الرسول كان يعني في في سكرات الموت صحي ولا انا غلطان طيب ما نبقل لك هو ما نبقل لك لو ان النبي كان يتكلم بوحي لتقدم علي ابن ابي طالب واعطاه الكتاب ليكتب او لتقدم علي ابن ابي طالب وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي لا يكتب طيب وكيف يعلم علي انه يتكلم عن الوحي او لا يتكلم عن الوحي اقول لك ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الشيعية اغمى عليه اكتر من خمس مرات في نفس الواقع وما كان يدري الحسن والحسين يعني الحسن والحسين كانوا بيبكوا جنبه فكان يقول من هذان يا علي يعني مين دول يا علي انا ما نشأل كتب الشيع يا ليش انا بكلمك وانا اولا قلت لك كتب السنة فكتب السنة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكرات الموت وكان يوعك الرجلين منا يعني هل الرسل كان مغيب في ذاك الوقت نعم يعني هل نعم اقول لك ليه اقول لك ليه سيب سنة وشيعي دلوقتي نتكلم بالعقل والمنطق والعقل والمنطق ما فيه سنة وشيعي الان لو جاء احد الملحدين وقال لك انت تعتقد ان النبي عندكم كان يستكلم بكلام من الوحي صحيح وان هذا الكلام سوف ينجي الامة صح هذا ما يتوافق مع القرآن عندنا واحدة واحدة بس خليك معايا دلوقتي ما نتشعبش ما نتشعبش خليك واحدة واحدة معايا الان يجيك ملحد ويقول لك النبي عندكم قال توني اكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده ابدا صح سيسألك سؤال يقول لك الذي كان سيكتبه النبي من الوحي انت حضرت عليه تقول له نعم صح سيبدرك بسؤال اذا كان الذي سيكتبه النبي عندكم من الوحي وان فيه الهدى وعدم الضلالة فالتلاتة وعشرين سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وانزل فيها قرآن هل هي عاصمة من الضلالة ام لا طبعا عاصمة من الضلالة كيف عاصمة من الضلالة والنبي عندكم يقول اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدها ابدا اذا القرآن الكريم الذي انزل على مدار تلاتة وعشرين سنة ليس عاصم من الضلالة هترد عليه تقول له ايه اقنعه تفضل اقول له ان الرسول مني فارق الحياة وعلى يعني على طيد الحياة والوحي يكون معا على اتصال دائم انا ما اسألتك عن وحي اتصال دائم ولا ليس اتصال دائم الان هو في سكرة الموت ويقول اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد ابد يعني عايز يكتب كتاب من خلال هذا الكتاب انهم لن يضلوا لو كتب لهم الكتاب ده تمام طب اذا الثلاثة وعشرين سنة هل كان فيها الايات التي كتبت والقرآن الذي انزله ليس فيه هداية يعني ناقص بمعنى صح يعني لن يكمل الا بكتابة هذا الكتاب طبعا هو الملحد ما رح يؤمن بكلام ما رح يقول ما رح يدعوه حول تقنيعه ويقول له كلام مقنع قل له كلام مقنع هو ما عايز منك كلام مقنع سواء اهتاد او لم يهتدي دي قصة تانية هو عايز منك كلام مقنع يعني يقول لك اذا الثلاثة وعشرين سنة الثلاثة وعشرين سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم عندكم ليست كافية وليست هادية هتقول له ايه لا انا اعتقاد ان رسول وعثاء ليتمم الدين وكرم الاخلاق وبرسالة حال ما فينش مشكلة ماش ماش انا اعتبرها اجابة بس انت بتقولها كده اساسا من غير اجابة يبقى اذا الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو مكمل للدين صح لا ممكن ليس مكمل للدين يعني لكن ماذا جماعة ما احنا نقول يعني قلنا يعني اذا ليس بوحي ان لم يكن مكملا للدين ليس بوحي اذا كيف تتناقض الاية معا ما ينطق عن الهواء احب بص يا استاذ اولا يا شيف بس استنى بس افهمك الاول وما ينطق على الهواء افهمك الاول وما ينطق على الهواء عشان كتير من الناس مش فهمينه اولا هذه الاية انزلت لتحاجج الكفار او تلقى على مسامع الكفار او يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار تمام وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى اي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قرآن هو قرآن تمام وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم تمام وما ينطق عن الهواء انت لما تيجي حضرتك بتقول ايه الناطق الرسمي صح يعني معناه ايه انت الان الناطق الرسمي للجيش انت الان الناطق الرسمي للرئاسة تمام يعني الكلام اللي انت هتتكلمه كلام الرئاسة ولا كلامك انت صحيح كلامك انت ولا كلام الرئاسة كلام الرئاسة وما ينطق عن الهوى أي أن الكلام الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله هو من عند الله والذي هو من عند الله اللي هو قرآن الكريم يعني ليس من عندي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن الذي أتكلم به الآن ليس من عندي ولكن من عند الله طيب سؤال يا شيخ بس أنا ترى لما أسأل مش إني أجاد لك استغفر الله يعني أنا قاعد أسأل أنه متشكك في أمور كثيرة بس هل هذا الكلام هل تطابق الحديث النبوي الحديث النبوي يعني أني ما أتقع هو أنا ولا حين يوح ما أنت لو أنت قلت لو أنت حضرتك قلت أن كل كلام النبي هنختلف في القرآن الكريم حتى كمان ليه لأن هناك آيات من القرآن الكريم صوبت النبي صلى الله عليه وسلم قولي تعالى عافى الله عنك لما أزنت له يعني عفوت عنك يا محمد ولكن لما أزنت له يعني ما كنتش أزنت له الحديث هل هو يعني من أين أتى به النبي الحديث إيه الحديث النبوية من أين أتى به النبي هل يعني يتكلم كان بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجات اللي هي حاجات المعيشية تمام والحاجات الحياتية دي ما فيهاش وحي إنما حديث به أحكام فهو عن طريق الوحي عن طريق الوحي آخر سؤال بس يا شيخ بالنسبة لحديث العسل يوم تقول الله أن ريحت يعني فمك قبيح يا سيدي قصة العسل مغافير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة اتفقنا على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب الغيرة من باب الغيرة طيب على فكرة تمام الله عز وجل لا من نبي صلى الله عليه وسلم عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأنه حرم ما أحله الله له وليس على الغيرة وليس على الغيرة ايه وابخهم مفيش مشكلة اتنين يا عم اتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان واحدة ومن اجل الغيرة يعني ما كفروش ما طلعوش من الاسلام كلها مسألة غيرة في غيرة والغيرة دي تدل على ايه لا الغيرة تدل على ايه لما واحدة تغار على جزء تدل على ايه وما تحبها يعني يا راقم ايه والله تصدق الغيرة تدل على المحبة ايه والله الحمد لله يعني سيدة عائشها بتحب النبي وحافصة بتحب النبي والله يهديدنا يا شيخ دعيلة بالهداية اللهم امين يا رب عايش بين يعني بيئتها المختلفتها يعني شيعا وسنة في نفس البيت والله ربنا يهديك للصوات ادعي ربنا انه يهديك للصوات وانا اقول اسأل الله عز وجل ان يهديني وإياك الى ما يحبوه الله عز وجل وارضاه مشان لانا حبه اقول انت تحب الى ما يحبوه الله عز وجل وارضاه اشتركوا في القناة